اشتركوا في القناة منظمة صانعي السلام لجهودي في مجال حقوق الإنسان في السويد، تركيا وأقليل كردستان سعيدة جداً وفخورة بما حققت لحد الآن ولكن شنو كان شعوري قبل عدة سنوات لما قررت أترك بلدي والناس الأحبهم وتوجه للمجبور شنو كان شعوري باللحظة الأولى اللي قلمي وطأت أرض السويد كلاجئة أراقية نعم لاجئة أراقية شعوري بأني لاجئة أراقية من المفترض أنه تعيش على إعانة الحكومة السويدية كان شعور سيء شعوري بأني مختلفة بالشكل، بالمظهر، بالتفكير كان أسوأ شعوري بأني أقل ثقافة، أقل قيمة كان هو الأسوأ فيما لو كان هذا هي الحقيقة في ذلك الوقت أو مجرد مشاعر سلبية كانت تراودني بسبب الغربة في كلتا الحالتين كان لابد من التغيير كان لابد من التغيير وأنه أنا أكافح هذه المشاعر السلبية وأتغلب عليها فقررت أدخل بهذا المجتمع، أتعرف عليه، أندمج واتخذت من التطوع مفتاح للاندماج وفعلاً انضميت للعديد من المؤسسات والمنظمات الإنسانية في السويد كمنظمات سيدة شلدرين، آي أم، كوفيو، الصليب الأحمر اللي كانت مشاريعها موجهة ومكرسة لخدمة اللاجئين والمهاجرين في السويد وبعد حصولي على إدارة مشاريع وأصبحت مديرة مشاريع بديت أصمم وأنا أفضل المشاريع اللي تلبي طموحي بمساعدة اللاجئين والمهاجرين بسورة عامة والأرعقيين في السويد بسورة خاصة ومن هنا جاء برينج سنتر هو مركز تطوعي الهدف منه هو جمع المتطوعين تدريبهم، تأهيلهم بالطيقة اللي يكونون بها مهيئين لتنفيذ مشاريع إنسانية وفعلاً أصبحوا قاعدة بيانات لكثير من المنظمات الإنسانية اللي عدها مشاريع وطيرنا النفذة في المجتمع بعد كل عمل تطوعي قمت بي كنت أحس بإني إنساني أكثر بعد كل عمل تطوعي كنت أقوم بي كان احترامي وتقديري الذات يزيد وكنت أشعر باحترام وتقدير الناس اللي يزيد وأدركت أهمية التطوع في بنائي كإنسانة التطوع تغييري من إنسانة سلبية كان من المفترض أنه تعيش على المجتمع إلى إنسانة منتجة إيجابية تشارك في بناء المجتمع إذن التطوع كان هو الحل لكن قد يسأل الشخص كيف إنه التطوع يساهم في بناء الفرد والمجتمع ماسلو في نظريته للحاجات الإنسانية صنف الحاجات الإنسانية على شكل هرم قاعدة الهرم هي حاجاتنا الفسيولوجية كحاجاتنا للغذاء والهواء والماء وأعلى الهرم حاجاتنا لتحقيق الذات وما بينهما هي حاجاتنا للأمان حاجات اجتماعية واحترام الذات وأكد بأن هذه الحاجات الاجتماعية إذا لم يتم تلبيتها على مر الزمن ستأدي إلى توتر قلق اكتئاب وحتى إلى أمراض نفسية خطيرة وهنا يأتي دور التطوع هنا يأتي دور التطوع لأنه حتى لو كان التطوع ما ينفذ أو ما يلبي حاجاتنا الفسيولوجية لكنه قادر على أنه يلبي 80% من حاجاتنا الإنسانية ففي كل عمل تطوعي أنت تقوم به رح تلتقي بناس جدد رح تكون صداقات جديدة رح تلتقي بأشخاص قد تحبهم ويحبوك وتكون عائلة وقد بعد كل عمل تطوعي أنت احترامك يزيد ذاتك لأنك تساعد شخص هذا الشخص فيه أمثل حاجة لمساعدتك ولما أنت تحقق تحقق طموحك تحقق المشروع اللي أنت تطمح له إذن أنت حققت ذاتك إذن التطوع هو الحل التطوع ما يحتاج إلى أموال طائلة ولا إلى جهود جبارة عندك جهد؟ اتبرع به عندك وقت؟ اتبرع به عندك إحساس؟ اتبرع به كثير من الأيتام في حاجة إلى أحاسس ومشاعر أكثر من حاجتهم إلى المأكل والملبر والتطوع ما يحتاج إلى أنه أنت تذهب له أنت وبمكانك تقدر تطوع لو كل أب و أم يتطوعون بداخل عائلتهم يربون أطفالهم على حب الوطن ليس من خلال تعليمهم أناشد وطنية بالمدرسة لا لأنك تحب بلدك لأنك تخاف على بلدك كما تخاف على عائلتك لأنك تحرص على سمعة عائلتك كما تحرص على سمعة عائلتك لكانت عمر البلد لأنك تعلم حب الخير من مبدأ خير الناس من نفع الناس ليس خير الناس هو أغنى الناس وهاي هي المودة اللي سائدة بهالبلد ولو كل شاب يتبرع بساعة من وقت حتى يحرص محلته لكان استتبع الأمن في كل محله من ثم في كل مدينة حتى يشمل العراق كله ولو كل شخص يتبرع أنه يبلغ عن أي حالة مريبة حركة قبل ما تحدث لكان استتبع الأمن في بلدنا ومن الزمان إذن خلينا يا عزائي يا حضوري كرام خلينا انواح طاقاتنا وجهودنا خلينا نشفي جروحنا بروحنا خلينا لأنه لا يقلهم الجرح إلا من به العلمه وشكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا